مرحبا بكم الى تفاصيل الخارجية الامريكية ترفض قمة اسطنبول الرباعية المزمع عقدها بشأن سوريا وتتمسك بمسار جينيب واشنطن رفضت سابقا اي حل روسيا عبر استانا وقالت انها لا تثق او انها لا تثق بالمباحثات الجارية في ظل وجود اطراف غير منسجمة هذا الموقف الامريكي يأتي في وقت تجري فيه تحضيرات لقمة في طهران تجمع قادة روسيا وتركيا وايران لبحث الوضع في ادلب ومستجدات الملف السوري وسؤالنا هنا ما الذي اعاد سوريا الى اهتمامات الادارة الامريكية بعد زهدها في ثني الاسد عن الرحيل وقدم اكتراثها بالجريان المستمر لنهر الدماء السوري واي تأثير للموقف الامريكي هذا بعد ان فرضت روسيا حلها للازمة في ملف نثالي لتفاصيل اليوم طريق دمشق عمان غير سالكة فملف تشغيل معبر نصيب الذي يوصف بالاهم في منطقة الشرق الاوسط عالق ومؤجل بسبب المناكفات والحساسيات بين نظام الاسد والحكومة الاردنية مع ان عمان سبق وان رحبت بسيطرة ميليشيا النظام على المعبر فما هي الحسابات السياسية المتقطعة التي تؤخر تشغيل هذا المعبر المهم للطرفين وللدول المجاورة والى اي مدى سيكون هذا المعبر بوابة لتأطير العلاقات السياسية بين النظام والاردن من بوابة العلاقات الاقتصادية اذا اكدت وزارة الخارجية الامريكية ان مسار جنيف هو السبيل الوحيد لإيجاد حل طويل الامد في سوريا رفضة الاعتراف بالاجتماع الرباعي المزمع عقده في اسطنبول في الاثناء اعلن المتحدث باسم الكريملين عن قمة ثلاثية ستجمع الرئيس الروسي بنظريها التركي والايراني الولايات المتحدة وفي استباقا للقمة الرباعية التي ستجمع روسيا وتركيا وفرنسا والمانيا والمزمع عقدها في ايلول المقبل اعلنت رفضها لهذه القمة ورأت ان المسار الوحيد لحل القضية السورية هو مسار جنيف المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت اكدت ان بلادها لم تطلق دعوة لحضور المؤتمر وانها لا ترى بديلا عن مفاوضات جنيف بعد قياب واشنطن عن المجريات التي تحدث على الارض السورية تعمل على ما يبدو للعودة الى الملف السوري عبر بوابة المحادثات السياسية واعادة احياء مصار جنيف الذي لم يعود احد يتحدث عنه بعد خلق الروسيا لمرجعيات سياسية كاستانا وسوتي وجعلت من محادثات جنيف اثرا بعد عين وجعل لروسيا الكلمة الفصل في كل ما يتعلق بالشأن السوري القمة الرباعية التي يتم الحديث عنها مؤخرا لم يحدد موعدها ولم يعرف ما هو جدول اعمالها الكريملي من جهته نفى اي اتفاق حتى الان على لقاء رباعي بين زعماء روسيا وتركيا وفرنسا والمانيا واكد انها ليست على جدول الاعمال جنيف اذا هو حصان الترواضة الذي تعمل الولايات المتحدة على العودة من خلاله بقوة للحديث بالشأن السوري فوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ودون سابق انذار التقى المبعوث الاممي ستيفان ديمستورا واكد الطرفان ان الحديث عن اعادة الاعمار هو حديث سابق لأوانه ولا يمكن بحث هذا الشأن دون العمل على الحل السياسي واجراء انتخابات نزيهة في سوريا وشدد الجانبان على ضرورة تجنيب محافظة ادلب شمال سوريا اي ازمة انسانية متوقعة وحول عودة اللاجئين قال بومبيو ان اي عودة للاجئين الى سوريا يجب ان تكون امنة وتحتمظ الله الامم المتحدة وفيما تعمل واشنطن على احياء مسار جنيف تسير موسكو في وجهتها وتستكمل رؤيتها فيما يتعلق بالملف السوري المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اعلن ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة تجمعه مع نظيره التركي والايراني واضف ان الاجتماع سيبحث التسوية في سوريا وعلى رأسها الوضع في ادلب وامكانية شن حملة عسكرية على المنطقة ثم تمنير ان الولايات المتحدة الامريكية لو كانت تريد فعلا ايجاد حل سياسي في سوريا لكانت وضع ثقلها السياسي لفرض مسار جنيف على جميع الاطراف السورية لكنها تركت الحبل على الغارب لروسيا وجعلتها تنفرد بالملف السوري والخطوة الامريكية التي تقوم بها مؤخرا ما هي الا محاولة في الوقت الضائع ورحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من لندن بالدكتور عادل درويش الكاتب الصحفي ومن غازي عينتاب التركية ورحب بأحمد مظهر صعدو الكاتب والمحلل السياسي ومن اسطنبول ورحب بالمحلل السياسي جيوالد كوك مرحبا بكم جميع ضيوفي الكرام أبدأ مع دكتور عادل درويش من لندن دكتور عادل ماذا يعني أن الولايات المتحدة الامريكية لا تعترف بالقمة المرتقبة التي تجمع فرنسا ألمانيا روسيا وتركيا وهي التي أفسحت المجال أي الولايات المتحدة بعد اجتماع بوتين بترامب في هيلسنكي هي التي أفسحت المجال لروسيا بمزيد من التحكم بالملف السوري بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة ربما نسمع تعليقات وتصريحات من الخارجية مثلا الخارجية الأمريكية وأنا في انتظار تويت أو تزغزقة أو تغريدة من الرئيس ترامب ربما تفيد بالعكس كما تعلم إذا كنا نقول أن هناك أطراف كثيرة تتعامل مع الأزمة السورية وأن المعارضة السورية نفسها منقسمة فأن الإدارة الأمريكية نفسها هي منقسمة ومن الصعب بالفعل قياس رد الفعل في إطار ما تفضلت وذكرت به لأننا اعتبرنا بعد مؤتمر هيلسنكي أن أزمات مثل سوريا مثل التجارة الدولية وما إلى ذلك سيكون لها حل فوجئنا بفرد رقوبات جديدة على روسيا فوجئنا بهذه التصريحات من الصعب القياس حتى ننتظر تغريدة من البيت العبيد طيب أستاذ جواد ما هي أهداف هذه القمة هل الموضوع الاقتصادي الذي تعاني منه الدول المجتمعة يعني هناك اتصال هاتفي بين خلال الأيام السابقة بين أردوغان والمستشرة الألمانية هناك زيارة ملتقبة لوزير المالية إلى بين أفوال مع إيمانويل مكرو وهناك زيارة ملتقبة لوزير المالية أيضا في لألمانيا نهاية الشهر المقبل هذه القمة هل تجمع الأطراف من الشق الاقتصادي العقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على معظم هذه الدول أم أن الموضوع السوري هو الذي يتصدر أجندة العمل يعني كلاهما نعم فيهم سهم في هذه القضية يعني عقوبات وتهديدات الأمريكية موجهة إلى جميع هؤلاء الدول حتى الاتحاد الأوروبي لم يسلم من هذه التهديدات من جهة أخرى نعم قضية سوريا الموجودين في الساحة العسكرية هم الروس والإيرانيون والأتراك طبعا الحكومة التركية تحاضل أن تقر وجهة نظر من جهة وتريد أن تقول كلمة المعارضة السورية في كل هذه الاجتماعات يعني تركيا ممثلة عن المعارضة سوف تشارك في هذه القمم بشكل عام يمكن أن نقول كل الأطراف يريدون أن يسمعون كلمة المعارضة والطالبات المعارضة من الحكومة التركية أنا أعتقد أنه القضية الأهم هنا في هذه المرحلة قضية تشكيل لجنة كتابة الدستور السوري الجديد هذا الذي نسمعه دائما من المسؤولين هنا في تركيا أستاذ أحمد مظهر أرحب بك وسؤالي لحضرتك اليوم هذه القمة التي قالت الولايات المتحدة أنها لا تعترف بها وأن جينيف هو المرجعية الواحد للحل الواحد للحل السوري وهذا طبعا مطلب جميع السوريين وعلى رأسهم المعارضة ماذا نفهم منه مساء الخير لك والضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا أهلا بك لا شك أن الإدارة الأمريكية وسياساتها عبر الإدارات المتتابعة كانت دائما تفتح الباب ولكن لا تفتحه على مصراعيه بل تتركه مواربا في علاقاتها في المنطقة منطقة شرر أوسط وفي العالم ومن ثم فإن الروس عندما فهموا أنهم قد فوضوا تماما في الورقة السورية ليلعبوا كما يشاءون لقد فهموا المسألة خطأا الإدارة الأمريكية لا تترك هذه القضية برمتها في أيدي الروس لذلك كان لابد لها بين الفينة والأخرى من أن تضع بعض المعوقات لانفلات روسية في المسألة السورية بظن ووهم روسي أن المسألة أصبحت برمتها بأيديهم القضية بالنسبة للإدارة الأمريكية أنهم لهم مصالحهم ولهم وجودهم العسكري ولهم أمن إسرائيل أيضا لا يمكن التنازل عن ذلك بأي شكل من الأشكال ومن ثم فإن المرجعية دائما كانت تلوح أمريكا المرجعية جينيف ولا يجوز الحديث اليوم عن إعادة إعمار أو عودة لاجئين كما تريد روسيا أن تستفرد بالمسألة وكأن القضية لوحدها تذهب بها لما تشاء وكيف تشاء القضية بالنسبة للأمريكان مسألة أخرى لذلك استدعوهم ديمستورا ليسمعوه هذا الكلام الذي ستسمعوا إياه اليوم وليقولوا بأن القضية غيرت ذلك وأنهم هم متمسكون اليوم بالعملية السياسية وأنه لا يمكن الحديث عن أي إعادة إعمار أو عودة لاجئين أو مسألة إنسانية بمعزل عن العملية السياسية برمتها القضية أساسا هي جينيف وهم عادوا المسألة كرة أخرى إلى جينيف وهم يريدون أن يقولوا للروس أنكم إذا أردتم أن تقولوا لأنفسكم أنكم عدتم كاتحاد سوفيتا في سوريا هذا ليس صحيحا ولا يمكن أن يكون أنتم اليوم اتحاد روسي ودولة روسيا دولة ليست عظمة وليست بمقدور الثنائية القطبية التي سبق وكانت في أيام الحرب الباردة في فترات سلفت دكتور عادل هل توافق على هذا الكلام وبالفعل بعد أن سيطرت أو تحكمت روسيا بكل الملف السوري بتفاصيله السياسية والعسكرية من خلال أستانات والسوتي ومن خلال الصفقات التي عقدت على الأرض أي دولة الولايات المتحدة اليوم بعد أن سحبت نفسها من الملف السوري تحاول أن تلعبه أستاذ أحمد أشار النقطة مهمة وهي أن قصر نظر الإدارة الأمريكية في أنها ترى الأمر في سوريا وفي مناطق أخرى من العالم من منظور الحرب الباردة الجديدة أي من حد النفوذ الروسي لكن أعود إلى ما قالها الأستاذ جواد وهي أن الواقع الذي فرض نفسه على الأرض وهو التدخل الروسي باتفاق طبعا مع تركيا التي تميل الآن إلى المحور الروسي هو وضع الأمر أمام الأمر الواقع ما تستطيع المعارضة أن تلعبه اليوم المعارضة السورية هي بدلا من المراهنة على طرف واحد فقط يجب أن تحاول أن تعظم در الأم المتحدة من خلال فهم المصالح كل طرف من الأطراف والتقريب بينها ولعب لعب الوسيط وسأدرم مصر من التاريخ ربما كبار السن مثلي يذكرون هذا أثناء الحرب الفيتنامية في قمة الحرب البردة خاصة في الستينات والسبعينات نجد أن كان هناك عداء شديد جدا بين موسكو وبين بيكين ومع ذلك رأينا فيتنام تتمتع بتأييد بيكين وموسكو معا إذا رأينا مثلا جنوب أفريقيا وكفاح المؤتمر الوطني الأفريقي للتخلص من الأنصرية وجدنا أن أمريكا تحت سوبيدي والصين يؤيدونها إذا تمكنت المعارضة السورية من أن تلعب هذا الدور وتجمع بدلا من أن تراهن على طرف واحد فقط وهو الطرف الأمريكي أعتقد أن هذا يكون التعامل مع الأمر الواقع وللأسف لن يكسب طرف واحد مكسبا مئة في المئة في هذه الأزمة طيب أستاذ جواد اليوم أمام هذه المعطيات سوء العلاقات وتوترها بين الولايات المتحدة وتركيا كيف سيؤثر ذلك على المنطقة الأخيرة المتبقية والتي يتم دراستها والتبحث بشأنها بين كل الأطراف المعنية برأيك حقيقة الأمر أنه هذه الأزمة والتوتر الموجود بين تركيا والولايات المتحدة حاليا أرى الحكومة التركية سوف تكون ناجحا من نسبة إلى هذه القضية يعني اقتصاديا رأينا أن الحكومة صامدة جدا يعني نزل دولار الآن من سبع ليرات إلى خمسة نقطة خمسين ليرة حقيقة الأمر أن تدابير المتخذة من قبل الحكومة التركية ليس سؤالي عفوا أستاذ جواد ربما لم تفهم سؤالي صحيح ليس لن أتحدث هنا عن الاقتصاد التركي ولكن أتحدث عن سوء العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة كيف سينعكس على مواقف تركيا بما يخص الشمال السوري اليوم منطقة إدلب نعم نفس القضية سوف نراها في شمالي سوريا بالنتيجة تركيا أخذت مواقف مخالفة من مواقف الأمريكان في شمالي سوريا لكن بالنسبة إلى مدينة إدلب بعد هذا التفتر الموجود مخاضف تركيا من موجة نزوح الجماعي بصراحة يعني قدرات تركيا العسكرية والسياسية ولربما لا تقدر تمانع عن حملة عسكرية من قبل النظام أو الإيرانيين إلى مدينة إدلب لكن تركيا تحاول أن تكون هناك ممانع من موجة نزوح جماعي إلى تركيا لأن البلد لا يقدر يتحمل نعم أنهم سوف يفتحون الأبواب الحدودية إذا كانت هناك كارثة إنسانية إذا كانت لا سامح الله مجزرة بالنسبة لإخواننا السوريين لكن بشكل عام تركيا مخاوصها من هذه القضية أستاذ جواد أنت ترى أن الضغوط اليوم على تركيا ستدفعها لتقديم تنازلات مقابل الروس والإيرانيين فيما يخص إدلب السماح للنظام بالحودة نعم نعم يعني تركيا رغم إرادتها هناك تتطورات في سوريا جرت إلى هذه اللحظة طبعا الحفاظ على نفوس السوريين المهم عند الحكومة طبعا الحكومة هنا تتحرك مع المعارضة السورية بالضبط لكن المعارضة أيضا تعرف قدرات تركيا قدود قدرات تركيا ولهذا السبب التنسيق سوف يستمر بيننا وبين المعارضة السورية لكن بشكل عام الخوف الأول من قبل تركيا أن لا تكون هناك مجزرة ثم موجة نزوح جماعي مرة أخرى أستاذ أحمد ما رأيك بهذا الكلام الذي قاله أستاذ جواد وهل في موضوع نعود إلى تصريحات الأمريكية هل ستعرقل أي اتفاقات مستقبلية بغض النظر عن الصورة الشاملة التي تراها الولايات المتحدة للحل في سوريا وهو جينيف أنا هنا أريد أريد أن أؤكد على أن الإدارة الأمريكية عادة ما تستطيع الفصل في مساراتها السياسية في أي منطقة من العالم يعني لا يمكن أن اليوم تكون العلاقة الأمريكية التركية الاقتصادية السيئة والتي اتكأت على قضية الخس هي التي تحكم العلاقة الأمريكية مع السياسة التركية في الشمال السوري ودليلي على ذلك أنه في الوقت الذي هناك خلاف كبير بين الإدارة الأمريكية والأتراك وهناك عقوبات وتهديدات في نفس اليوم أمس أعلن عن البدء عمليا بتنفيذ اتفاق منبج وقد تم التنفيذ بهدوء بين الإدارة الأمريكية والأتراك الجيش التركي بالإضافة للجيش الأمريكي يسيرون وفق ترتيبات متفقة عليها وهنا أيضا العودة إلى تصريح أكده ترامب في قمة هلسينكي في المؤتمر الصحفي عندما قال أن العسكر متفقون نحن بيننا وبين الروس أكثر من السياسيين بمعنى أنهم عادة ما يكون القضايا الأمنية والعسكرية يجري الاتفاق عليها بمعزل عن السياسة أو بعيدا نسبيا وليس بالتقاطع الكل بينهما لذلك أعتقد أن الخضية هنا تأخذ هذا المنحة الإدارة الأمريكية لها مصالحها في سوريا وهي تصر على أن لها المصالح وأيضا تدرك أن الروس والأتراك لهم مصالح وهي تعي ذلك وتدركه وتعمل وفق أجندات مصلحية نفعية في سوريا قد لا تتوافق مع سياسات المعارضة أو الثورة السورية إلا أنها أيضا تأخذ بعين الاعتبار وتحتفز بحق الأتراك عبر مصالح ما في الشمال السوري سواء كان في إدلب أو في مناطق أخرى من الشمال السوري دكتور عادل هل توافق على وجهة النظر التي تقول أن بالفعل لقاء هيلسنكي مهم جدا ووضع النقاط على الحروف وبناء عليه سلم ترامب مفاتيح الحل الجزئي لروسيا إلى أن يسيطر النظام على كل الأراضي السورية ثم يبدأ الحل بمشاركة الجميع أقصد دوليا بما فيها النظام والمعارضة وما يجه حاليا هو تكتيك حتى تصيحات المتتالية الأمريكية يعني هي مجرد ترتيب أوراق لا أكثر نعم هي طبعا جزء تكتيكي من استراتيجية تبدو معقولة مثلما تفلص أحمد وذكر المشكلة التي توقهنا كمحللين أنه لم يكن هناك محضر مدون اجتماع الرئيسين بوتين وترامب ولا نعرف بالضبط ما هي التفاصيل عادة في هذه القمم يكون هناك محضر اجتماع يكون هناك أيضا على المستوى الآدنى وزراء خارجية وزراء دفاع وزراء التجارة اجتماعوا بعضهم هذا لم يحدث في هيلسينكي فهناك يعني أواجه مشكلة كمحلل في معرفة التفاصيل لكن فيما تعلق بالتعامل بينما مع السكين من السكين وفق لهذا الكلام فيما تعلق بإدلب ما أخشاه وما خشيته منذ أشهر طويلة من أن كل منطقة يتمكن النظام أو تتبك القوات الكردية من دخولها يسمح بدلا من القبض على الجماعات الإسلامية المتهمة بالإرهاب يسمح لها بالذهب إلى إدلب فإدلب أصبحت منطقة مليئة بهذه الجماعات الإسلامية النقطة التي أخشاها أن تستخدم تركيا إدلب كورقة ضغط وورقة مفاوضة للحصول على مكاسب والحصول على منافع استراتيجية لها وأعود بالذكرة إلى الثمانينات مثلا ومنذ السبعينات إلى حتى بدات التسعينات عندما كانت إسرائيل تحتفظ بشريط حدودي داخل الأراضي اللبنانية بحجة أن هناك صوريخ تضرب عليهم إلى ترك فهذا ما أخشاه ونجد أن سوريا هنا تتمزق وهذا الدور يجب أن تعيه جميع الأطراف طيب أستاذ جواد ما الأوراق اليوم التي بقيت للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا يمكن أن تلعبها خاصة أن موضوع قصد والبي كي كي يعني مؤخرا كانت النصيحة من قبل التحالف والولايات المتحدة بالتنسيق مع النظام والترحيب بعودته إلى المناطق الشرقية يعني الولايات المتحدة لا زالت تدعم المعارضة الكرد وأن يعطى لهم دولة أو فدرالية في شمالي سوريا يعني الشرقي نهر الفرات لا زالت القوات الأمريكان قبضتها بيدهم ويريدون أن تكون ورقة ضغط بالنسبة إلى يعني هذا كلام قديم السهد بعض الشيء طرأ عليه بعض التغييرات مؤخرا صحيح؟ مع استمرار الدعم نعم نعم لكنه نعم لكنه يعني هم يعني انتهت قضية داعش ونعرف كيف استغلوا هذه الفرصة كتواجدهم ونفوذهم في سوريا لكن بشكل عام كل الأطراف الذي رأينا من معارضة سورية ليسوا راضين عن أداء الأمريكان ولا راضين عن أداء الاتحاد الأوروبي ولا عن الروس والإيرانيين طبعا هؤلاء خصد لكن بشكل عام الحكومة التركية في هذه القضية تحاول أن تكون كما قال ضيفكم أن تكون المعارضة كورقة ضغط للمفاوضات القادمة أن تكون يد تركيا قوية في هذه القضية أمريكان أيضا يريدون أن تكون مصالحة بينهم وبين روسيا للهدوء في سوريا يعني كل الأطراف الموجودة الآن ينتظرون ضعف الآخر أن يكون الطرف الآخر ضعيفا هذا الذي يمشي هكذا لكن الأطراف يريدون أن يخرجون الأمريكان من هذه المفاوضات الموجودة قبل المفاوضات الأساسية وهو كما قلت تشكيل لجنة الكتابة الدستور الجديدة مستقبل سوريا الآن سوف يبدأون بالنقاش سوريا أن لا يكون دور لبشار الأسد وغير ذلك أستاذ أحمد ملخص ما تريده الولايات المتحدة اليوم بالنسبة للملف السوري أنا أرى أن الإدارة الأمريكية كانت دائما وعلى الدوام هي في مواجهة التمدد الروسي في سوريا وأيضا في مواجهة نظام الاستبداد في دمشق إلا أنها لها ضمن مصالحها أجندات قد لا تمشي في هذا السياق هي اليوم تصر على مسألة مهمة وهي إخراج الإيرانيين من سوريا وهذه المسألة لم تستطع الإدارة الروسية أن تحصلها كما أنه تصر أيضا على الحفاظ على أمن إسرائيل ولم يستطع أحد من المعارضة أن يحافظ على أمن إسرائيل بقدر ما حافظ نظام الاستبداد نظام بشار وأبيه قبل ذلك لذلك هنا المصلحة وأولا من يحافظ على أمن إسرائيل هي النظام السوري وقد أولي كل المهام عبر اتفاق روسي إيراني أمريكي مع النظام السوري أيضا للحفاظ إسرائيلي على أمن إسرائيل وقد تحقق ذلك اليوم بانتشار أممي على الحدود وبالتالي العودة إلى اتفاق فضل اشتباك 74 وأيضا هناك مصلحة تركية عفوا أمريكية في الشمال الشرقي وخاصة فيما تعلق بالأكراد وأيضا النفط الموجود في الشمال لكن الأكراد حتى الآن وأقصد هنا قسد والبيدي لم يفهموا أبدا أن الإدارة الأمريكية ليست مخولة لهم لإقامة دولة في شمال سوريا ولو كانت قد خولتهم أو رضيت بذلك لسبق ذلك ورضيت بدولة في شمال العراق وهي نذكر تجربة الأكراد في شمال العراق عندما حاولوا أن يستقلوا بدولة كيف كان موقف الإدارة الأمريكية موقفا ليس مؤيدا بل تركوهم يلاقون أنفسهم ومصيرهم بأنفسهم اليوم ما زالت الإدارة الأمريكية تسر على أن مصلحتها في سوريا كبيرة ولكن أيضا تدركوا أن الأتراك لهم مصالحهم والروس لهم مصالحهم إنما ما يتعلق بالمنتوج الضخم الرئيس مال بعودة الرئيس مال على الإدارة الأمريكية وهو إعادة الإعمار في المستقبل هذا لن تسمح به الإدارة الأمريكية إلا بعد فترة متأخرة والتحركات الدبلوماسية اليوم وقمة الصبولة المرتقبة باختصار تزعج الولايات المتحدة فعلا بالتأكيد هي لا تريد أن تستفرد روسيا بالورقة سواء كان بقمة تتعلق في الاتحاد أوروبي وتركيا وروسيا أو بقمم أخرى أستانا أو ما شابه ذلك هي تريد حقيقة أن يكون لها الدور وأن لا يستفرد أو يفوض أي أن كان لا روسيا ولا تركيا بدور أهم وأهم من دور أمريكا في المنطقة وخاصة في سوريا لذلك تصر على تعويق هذه التحركات بالعودة تارة إلى جينيف وبالعودة تارة إلى مسائل أخرى كأن تكون قضية طرد الإيرانيين من سوريا شكرا جزيلا لك أحمد مظهر صعد الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب التركية شكرا للأستاذ جيوات جوك المحلل السياسي كان معنا مباشرة من إسطنبول شكرا لدكتور عادل درويش الكاتب الصحفي كان معنا مباشرة من العاصمة لندن ومشاهدين هذا فاصل قصير نعود للملف الثاني من تفاصيل تفضلوا بالبقاءة ترجمة نانسي قنقر